أهلا بحضراتكم من جديد طيب أخبار الأهلي النهاردة الفريق كان فيه مرنة صباحي بالتأكيد عاقب مباراة بيرامدز بالأمس وخلاص هنتكلم بقى في المفترة اللي جاية سيبنا بقى من مشاكل الدولي المصري والتحكيم الآن ما دي مش هتخلص طالما ما فيش حد بيحاول يطور ويشوف المشاكل دي تلحل إزاي لكن عندنا بقى حدث أهم كاس العالم للأندية العالم كله هيتفرج على هذا الحدث الاستثنائي والأهلي بيمثل فيه إفريقيا وبيمثل مصر أيضا النهاردة كان فيه مسحة طبية بالتأكيد النادي الأهلي كان لازم يجريها صباح اليوم قبل الصفر بـ 72 ساعة طبقا طبعا للشروط والتعليمات من الاتحاد الدولي فيفا قبل الصفر إلى قطر الفريق الكامل خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل المران الصباحي والحمد لله يعني خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله هيتم إعلان النتيجة وعلى أساسها هيتم بإذن الله صفر الفريق عصر يوم الجمعة عشان يبدأ يدخل بقى كمان في إجراءات احترازية والفقاعة الطبية فور الوصول لفندق الإقامة وإجراء مسحة والفريق الكامل هيلتزم داخل فندق الإقامة وكل واحد في الغرفة المخصصة ليه لمدة من 6 إلى 8 ساعات لحين ظهور نتيجة المسحة وبعدها مباشرة يبدأ الفريق بقى يواصل نشاطه في الضوحة استعدادا للبطولة النهاردة بيتسو موسيماني عمل محاضرة لللاعبين قبل مران الأهلي طبعا بتكلم على الأخطاء الفنية اللي ممكن كانت موجودة في مباراة الأمس مع برامتزا عمل جلسات أيضا كمان مع عدد من اللعيبة أحمد رمضان بكهم عدد من اللعيبة طبعا النجم الكبير أيمن أشرف كان أبرز لاعب مبارح في كل الأرقام والإحصايات اللي خرجت من المباراة النهاردة الحمد لله كمان طبيبي النادي الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة طميننا على حالة محمد هاني الظاهير الأيمن استبدل الإمبارح في الجزء الأول من بداية المباراة وشارك مكانه أحمد رمضان بكهم لكن الحمد لله إصابة الخلفية لمحمد هاني بسيطة وخفيفة يمكن دكتور أحمد أبو عبلة طبيبي الأهلي قال الإصابة يعني الحمد لله والأشعة طمينتنا على حالته وهو بالكتير هيحتاج خمسة أيام بالزبط للتعافي خلال الفترة اللي جاء ولسه قدامنا حوالي ثمان أيام على مباراة الدحيل النهاردة كمان أكرم توفيق شارك في المران الجماعي الحمد لله يمكن أكرم كان فيه آلة في مسألة المساحات الطبية التي أجراها خلال المباراتين الماضياتين وكان خرج من القائمة لكن في التوقيت المهم قبل السفر لقطر الحمد لله المسحة بتاعته سلبية وانتظم النهاردة في المران الجماعي النهاردة بيتسو مسماني كان ليه دور مهم جدا في جلسة نفسية وفنية مع والتر أبواليا على هامش المران الجلسة كان معظم الكلام فيها تحفيز خاص جدا للمهاجم اللازنبي والتر أبواليا بالمناسبة أي مهاجم معرض أنه يكون في بداية انضمامه لأي فريق غير موفق لكن المهم الاستمرارية المهم سقة الجماهير والجهاز الفني في اللاعبين ده مهم جدا ولنا بالتأكيد عبرة فيما حدث مع فيلافيو المهاجم الأنجولي المهاجم الأنجولي اللي قاعد سنة كاملة بدون إحراز أهداف وبعد كده كان أبرز مهاجم القرى الإفريقية أيضا كمان بيتسمو سيماني اجتمع مع أحمد رمضان بيكهم زي ما قلت في البداية على هامش شامران النادي الأهلي وليد سليمان وليدفد النهاردة زي ما أضمكم على الشاشة كانوا بيستكملوا البرنامج التأهيلي استعدادا للمرحلة اللي جاية وآخر حاجة النهاردة الاتحاد المصر للكرط القدم أعلن أن مصر طلب التنظيم نهائي دورة أبطال إفريقيا عام 2021 وأيضا كمان تنظيم كاس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عام في عام 2023 نتمنى يا رب بإذن الله يكون تنظيم نهاية دورة أبطال إفريقيا للسنة التانية على التوالي في مصر لعل أوعصى تكون الأضية ممكن للمرة التانية